خطوة خطوة العنوان العريض لاستراتيجية الروسي التي يجري تنفيذها على الأرض في منطقة إدلب بهدف استرداد النظام السيطرة عليها هذا ما أفصحت روسيا الداعم الرئيسي للنظام السوري عنه مؤخرا على لسان وزير خارجيتها السيرغي لفروف استراتيجية تقوم على قضم تدريجي لمناطق إدلب وأرياف حماء الخارجة عن سيطرة النظام وبقية مناطق جبلي التركمان والأكراد في محافظة اللذقية وهي جميعها كان يفترض أن تكون محمية من اتفاق سوتي الموقع في إيلول الماضي بين الثلاثي الروسي التركي الإيراني ومن الواضح أن عمليات القصف خلال الساعات الماضية والتي طالت أكثر من أربعين قرية وبلدة ضمن حدود المنطقة منزوعة السلاح تعتبر الخطوة الأولى في طريق محاولات النظام وحلفائه استعادة محافظة إدلب وهي الاستراتيجية التي تحدث عنها لافروف أثناء مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن حيث قال أن قادة روسيا وتركيا وإيران اتفقوا خلال لقائهم في سوتي الخميس الماضي على إطلاق آلية الخطوة بخطوة لاستعادة إدلب مشيرا إلى أن الاتفاق يقضي بشروع العسكريين الروس والأتراكة في العمل على تحديد مناطق داخل نطاق منطقة وقف التصعيد في إدلب لتسيير دوريات مشتركة هنا ويرى مراقبون أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوتي عن احتمال خوض معركة عسكرية مشتركة في إدلب دلالة كبيرة على إعادة خلط الحسابات الخاصة بتلك المنطقة والنفوذ التركي فيها وسط استمرار الحديث عن احتمال حصول مقايضة روسية تركية تلبي أولوية تركيا في منطقة شرق الفرات على حساب الميليشيات الكردية في مقابل قضم تدريجي لمناطق إدلب وجوارها لمصلحة معسكر النظام وفي الوقت الذي يتوقع فيه متابعون للتطورات في الشمال السوري وغربه أن تشهد الأيام القليلة المقبلة تصعيدا من قبل قوات النظام وميليشياته في محاولة للضغط على المعارضة من خلال تهجير المدنيين في ريف إدلب الجنوبي وتأليب الحاضنة الشعبية على فصائل الجيش السوري الحر يرى آخرون في تصعيد النظام محاولة روسية لزج إيران في مغامرة عسكرية تؤدي إلى تدخل التحالف الدولي ضد إيران لإخراجها من سوريا كذلك يرون أنه يستهدف الجانب التركية كي يتساهل في ملفات أخرى منها مصير منبج وشمال حلب أو غض الطرف عن عمل عسكري يهدف إلى إعادة مناطق في شمال غربي سوريا للنظام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر